موسيقى 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 اليوم كنت نتكلمون ان شاء الله على المعاناة اللي كتعانيها الساكنة في أثناء هطول الأمطار تعانيهم معاناة كبيرة وكثيرة ما تنقدروش نوصلوا للمسجد إلا بصعوبة وكانت الأشغال توقفت لمدة سنة ونصف تقريبا هذه ووعدونا باش تكون إعادة الأشغال وكانت في هذا الأسبوع لجنة مختلطة حضرات العلماء كان هنا ممثلة في العمران ومكتب الدراسات الجماعة المحلية والسلطة المحلية ووقع واحد يعني التقرير بأنه ستبدأ الأشغال في مدة أقصىها 15 يوم وكما تنتوجهوا بنداء ذلك السيد الوالي والسيادة المسؤولين كافة على أن يرفعوا عن الضارة عن الطريق المؤدية إلى الدوار اللي تدخل الدوار عيب باش نبقاوا فهذا الحالة سنين وحنا ما بعدش من مراكش إلا بخطوة هالطريق تنعاني منها لي علاج ليه وليه على مطر وليه على كيف مما يكون تعاني من المشاكل اللي كان في هذا الطريق السلام عليكم ورحمة الله الرحيم عزيزة بن علال من ساكنة الدوار وصحاب جامعة سعادة المرابطين مراكش جينا اليوم نوصلوا أحد الصوت ليش حال احنا كن ننتظروا يوصل من المسؤولين وهو المعاناة تعد دوار هذا المعاناة اللي بدأت سنين طويلة واستبشرنا خير من اللي بدأت الأشغال مع إعادة الهيكلة ومشروع الصرف الصحي السكان استبشروا خير وكين مع المدة توقف كل شي طريق ما زالا كما هي الطرقان من اللي كانت صبشتا كانوا يعيشين في واحد ضايا ديال الوحد السكان عايشين مأسات يرتالها واليوم جاءنا غريبا تقولوا للمسؤولين الله يجازيكم بخير نحن كنا نسمعوا بأن تبرمجات مشاريع التبلت و إعادة و الطريق و إعادة الهيكلة هذه الدوار ولكن لا شيء يذكر كنا نسمعوا ولكن الفعل ما كانت اليوم الله يجازيكم بخير سنطلبوا هذه المسؤولين إذا كانت شيئا تسمع لنا ترفع الأداء على هذه الناس هذه كبير و كبير بالزعب و نتمنى من هذا المساج يوصل الناس لهم في المكان المسؤولين لعل و عسا يوجدون شحل و شكرا السلام عليكم نوار رشيد من ستينة جامعة سعادة بالطبط بحي الأفاق وجامعة سعادة مرة 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 فمشكور خاص للإخوان في الجريدة أنفاس بريس فهي جريدة وطنية ف في هذه اللحظة يعني قد ننقلوا الارتسامات تعنا والمعاناة تعنا جراء ما نعيشه في حي الأفاق حي الأفاق التي أحدثها في 2001 و يزال يعاني في صمت من ويلات الفساد التي خلفت المشاكل في هذا الحي إنعيدام للبنية التحتياء و المرافق فمن 2001 ولازلنا نعيش على الأمل على أننا سوف تكون عندنا واحد تزياء نموذجية وبالطبط تكون تزياء نموذجية لو تفعلت فيها جميع المعطيات التي تتوقبها فشركة العمرة بعت لنا تزياء مجهزة مجموعة المرافق اليوم نعيش انعيدام المرافق جملة وتفصيلة لبنية التحتياء متهالقة جدا فبعد واحد مجموعة المرسلات واحد مجموعة الصحيحة المجتمع المدني والمنتخبون المجلس والساكنة يعني درنا واحد مجموعة لقاءات لما صفرت لا حتى شيء نتيجة فبقنا نعيش الولاة السنة مقبل الماضية يعني في عهد السيد الوالي السابق نطرح واحد شراكة من اجل باش تفعل نخرج بلاد الحين من هذا النفق المظلم فاستبشرت الساكنة بزيارة السيد الوالي في السنة مقبل الماضية واستبشرت الساكنة كما قلت اني خير على انه ستتوفى الاشغال ستتعرف المجرعة الصحيح وبدأت الاشغال وبدأت كل شيء على ما يرام فانا سرعان ما توقفت الاشغال جراء عدم تفعيل الشراكة ترحى السيد الولي يعني الشراكة ما عطوش كلهما ما فعلوش يعني ما ملتزموش بالاتفاق لكانف مجربي العمل فلازلت الساكنة تعاني في الصمت جراء هاد المشاكل المشاكل كله هي بنية احتية متهالكة يعني عدم المرافق جملة وتفصيلة ما تنتشي حاجة على الاطلاق ولا شيء يذكر من ضمنهم البلاسة اللي واقع فيها من ضمنهم الذي لم يفعل لمدة سنة او لا سنتين وتوقف يعني هنا حي الناس غاضبة الساكنة غاضبة من هذا الوضع الكارتي لكل شي تفكر انه يهاجر كل يهاجر كل يبيع واحتمى النقص بغاية اللي يفكوا بهذا العبارة هكا انه ساقيمت من هذا الوضع اليوم نناشد جميع المسؤولين جميع الطمائر الحية انهم يخذوا بالاعتبار هاد الحي راه فهو في وضع كارتي لا يحسدوا عليه على الاطلاق نناشد تدخل السيد الوالي نناشد سيد وزارة الاستان نناشد جميع المسؤولين انهما بهذا العبارة يفكوا هاد الحي من هاد الويلات لتعيشوا فيها ساقيمت السكينة من هاد الوضع الكارتي ساقيمت من من الوعود الكذبة ساقيمت من كل شيء حتى يعني افكر للجميع انه هو يرحل ويخليها بنيا بنيا انه بناية وقفة مجرد اربعة حيوط فالمسؤولية الاولى نحملها لشركة العمراء هي اللي بعد لنا وقعة مجهازة ولم تلتزم فنحن أمام ومفترق الطرق اما نخضب الا اعتبر نوقف على شركة العمراء انها تكمل معنا لبيعه وبلغت القانون وبلغت المنطق واما لتجعوا القضاء واما نطلبوا من السيد الولي افعل الشركة بيتلقى السيد من هذا الوهدات وهو الخروج من هذا الورطة التي يعيشها هاد الحي وفي نفقه مظلم لا يشرفون ولا يشرفوا على اطلاق اي مسؤول انه يقول ان تعمل هذا المنطقة هكا فكما قلت سابقا فنعدم المرافق ونعدم الامن ونعدم هذه جموعتان معطيات لتدخل العيش الكريم انه انسان استمر في هذا الحي فهي غير موجودة ابدا وعلى الاطلاق فكما قلت سابقا حتى المنازل الاتمينة تعتقدها نزلت وهذا شيء طبيعي جراء الفساد كما قلت الفساد هو الذي خلفها كما يقال قطفوا الطمر وطرقوا العودة للنار فالويل للساكينة مادم الوضع يزال عليه فهذا يعني شيء مخجل ومخجل جدا على الاطلاق انه مسؤول انه تنتمين هذه الفلسات ف كما تنطلب من الساكينة انه تاخذ بعلا اعتبر انه الحل بيدها انه تدخل وتطالب الجهات وتمديدها لجميع المسؤولين وما تبقى تنتظر لحل من الشهد تاخر فالحل بيد الساكينة كما قلت سابقا الحل بيد الساكينة انه تاخذ بعلا اعتبر انه المطلب بتاعها ما ضع حق وراءه طالبه تحت السيادة الملاتية المتلقة لصاحب الجلالة لنصر الله الذي ما فتح انه يبقى المسؤولين الا المسؤولين انه حقيقة الفساد كما تنطلب بربط المسؤولية بالمحاسبة فهذا جراء كما قلت جراء الفساد ثم الفساد ثم الفساد والفساد لا يطرق الا الفساد ولله 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 وكل ما ردعنا اقول يا حقيقة ارتبكت في الكلام من جراء كل ما عيش فيه صدمة في نفسي اسوى تنبيه جميع السكينة والسلام عليكم